اهلا بكم من جديد ازدادت حدة التوترات في حوض البحر الاسود على مدار الاشهر الماضية وتجلى ذلك في ازدياد عدد وحجم المناورات العسكرية البحرية سواء كانت روسية او الاوكرانية او الغربية المشتركة في احدث التصريحات المتعلقة بهذا الشأن قالت وزارة الدفاع الروسية ان النشاط العسكري لامريكا ولحلفائها في منطقة البحر الاسود قد ازداد اعلنت عن رصد واعتراض اربع طائرات استطلاع تابع لحلف الناتو اعتبرت وزارة الدفاع الروسية اعتبرت التدريبات التي يجريها الناتو في المنطقة القريبة من حدود روسيا بمثابة اعمال عدوانية من قبل الولايات المتحدة تشكل تهديدا للامن الاقليمي على حد وصفها في المقابل طلبت واشنطن من موسكو توضيحات بشأن تحركات غير اعتيادية للقوات الروسية رصدتها بالقرب من الحدود مع اوكرانيا حذرت روسيا ايضا من تكرار ما قالت انه خطأ فادح كالذي ارتكبته قبل سبعة اعوام اشعل حربا في شرق اوكرانيا الخطأ الفادح كما يشير اليه وزير الخارجي الامريكي انطوني بلينكين في ان تحاول روسيا تكرار ما فعلته في عام 2014 عندما حاشدت قواتها على طول الحدود وعندما دخلت اراضي اوكرانيا ذات سيادة ودعت بانها تعرضت للاستفزاز منذ عام 2014 اذا ومندقة تونباس الواقعة في شرق اوكرانيا تشهد حربا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا اودت بحياة اكثر من 13 الف شخص مياه البحر الاسود هي الاخرى لم تهدأ منذ ابريل الماضي شهدت مناورات نسيم البحر الضخمة اضافة الى مناورات دايف المشتركة بين اوكرانيا والناتو بمشاركة الاف الجنود وعشرات السفن بالتزامن مع مناورات بحرية عدة اطلقتها روسيا بالمقابل لم يقتصر الامر على التدريبات والمناورات بل شهدت ايضا مياه البحر حوادثة متكررة كان ابرزها اعتراض روسيا مدمرة ديفندر البريطانية في يونيو الماضي كان اخرها موافقة مقاتلين او مقاتلتين روسيتين لقاذفتي قنابل امريكيتين فوق البحر يبدو اذا ان الدول المطلة على البحر الاسود تسعى جاهدة الى ايجاد توازن ما او الى قلب معادلة القوى لصالحها بالمستقبل اعتمادا على الشراكة البيئية او مع حلف النيتو على غرار ما فعلت اوكرانيا حين اتفقت مع تركيا ومع جورجيا ومع مولدوفا على اجراء تدريبات بحرية مشتركة وعلى اهمية التعاون لضمان امن منطقة البحر الاسود للمرة الثانية في العام الحالي تكشف صور الاقمار الصناعية وصور وسائل تواصل الاجتماعي عن انتشار الاف القوات الروسية ومئات المركبات المدرعة وانظمة مدفعية بعيدا عن قواعدها المعتادة في مواقع متاخمة للحدود مع اوكرانيا واعتبرت التغييرات في القوات الروسية وفق صحيفة The National Interest انها مقلقة الى درجة ان مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية بيل بيرنز ناقش في موسكو وعي واشنطن ومخاوفها بشأن تحركات الروسية والتي وصفها متحدث باسم البنتاجون بانها ذات نطاق غير عادي الصحيفة ذكرت بحشد روسيا قواتها قرب اوكرانيا في مارس وايبريل واعتبرت ان هدف التحركات كان اظهارا للقوة هدفه ردع العمليات الاوكرانية والضغط على الرئيس الامريكي جو بايدن للاجتماع مع ناظره فلاديمير بوتين وفي سبتمبر الماضي ايضا كتبت الصحيفة في مقالها ان قوات روسية اضافية شاركت في مناورة زاباد العسكرية الضخمة لمحاكاة نزاع ضد قوة تابعة لحلف شمال الاطلسي في بيلاروسيا The National Interest دقت جرس الانذار بأن الوحدات الروسية الكبيرة التي اعيد انتشارها والتشكيل العسكري لا يزالان في المناطق المجاورة لأوكرانيا بدل العودة الى قواعدهم العادية بين روسيا والاتحاد الاوروبي العديد من الملفات الخلافية منها ما يتعلق بالحريات ومنها ما يتعلق بالسياسة أبرز تلك الخلافات في هذا السياق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولحلفائها في منطقة البحر الأسود هل الأجواء باتت مهيئة لخطوة روسية مماثلة وما دوافع روسيا الى التحركات على حدود أوكرانيا كيف ستتعاطى ايضا أوروبا وأمريكا مع هذا التوتر أرحب بضيوفي من واشنطن عبر السكايب السيد لورانس كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق من موسكو أرحب بضيفي سيد فيكتور أولوفيتش الخبير في مركز السياسات الرهنة أهلا بكم معي أبدأ مع السيد لورانس من واشنطن ما الهدف من زيادة هذا النشاط العسكري للولايات المتحدة الأمريكية وللحلفاء في منطقة البحر الأسود أعتقد أنهم يحاولوا أن يبعثوا برسالة لروسيا بأنه لن نبقى مكتوفي الأيدي كما فعلنا عام 2014 عندما قامت روسيا بضم شرق أوكرانيا أو القرم أعتقد أن هذا ما يحاولون إبرازه لأنه عندما حشدت روسيا معداتها وجنودها على الحدود فذهبت قوات الناتو إلى بحر الأسود وهي مياه دولية وهي توضح أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي كما فعلنا عام 2014 ونحن أيضا نقدم المساعدات العسكرية لأوكرانيا وكما ذكرتم سابقا فأنا مدير وكالة الاستخبارات المركزية كان يعطي معلومات استخباراتها لمساعدتهم في مواجهة هذا الحشد الروسي سيد فيكتور برأيكم كيف ستتصرف روسيا في هذه الحالة مع هذا النشاط العسكري الأمريكي الأوروبي المتزايد في البحر الأسود الأمر يكمن في أن روسيا في هذه الحالة يزيد التهديد ويزيد التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية وهذه المناطق الإقليمية وخصوصا منطقة دنباس فنحن نعرف أن أوكرانيا استخدمت الطائرات التركية المسيرة وهذا أمر أيضا خطير جدا واستفزازي وأيضا كانت هناك تصريحات وتنديدات من كل الأوساط سمعناها وطبعا بهذه التصرفات وتحتاج إلى أن تكون هناك ردود فعال روسيا وأن تكون روسيا على استعداد كامل روسيا تراقب دائما ماذا يحصل هناك تراقب حتى نوايا هذه الدول وتراقب ما تريد أن تفعل هذه الدول وتتوقع وتتنبأ ما هو القادم فمن انطلاق من المصالح الوطنية القوبية الروسية فالروسيا لا صالحة لها وليست حريصة على أن يكون هناك أي عدوان ضد أوكرانيا أو حتى لا يدور الحديث عن احتلاله وتجاوج أي منطقة من أراضي أوكرانيا والأكثر من ذلك روسيا غير عازمة على احتلال أي أراضي أوكرانية وعلى إجبار أي قليم في أوكرانيا أن يكون خاضعا لها روسيا لا تعتمد هذه الأسليب في هذه النقاط أيضا روديا لا تريد العقوبات الأكثر من قبل أوروبا وأمريكا فهذا ليس في صالح روسيا وكل هذا التصعيد والهدف الأساسي يعني إذا ما كان كذلك كما تقولون وليس في مصلحة كل هذا التصعيد بماذا تفسرون إذن هذه التحركات على الحدود الأوكرانية ماذا وافع روسيا لهذه التحركات ما هدفها هذه التحركات أيضا تعطي من خلالها روسيا نظرة ورسالة بأن روسيا تتذمر من التحركات ومن التصرفات الأوكرانية أو الأمريكية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي روسيا أيضا يجب أن تري بأنها غير راضية عن هذه القرارات وعن هذه التصرفات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع حلفائها فلذلك يجب على روسيا كدولة عظمة أيضا أن تعرض وتبدي عدم رضاها من هذا الموضوع فلذلك روسيا تجري بعض التعبئة هناك على الحدود المتاخمة لأوكرانيا بالإضافة إلى أن هناك وجود أجزاء وعناصر من الأساطين الأسطور الحربي الأمريكي في البحر الأسود فكل ذلك بلا شك يزعج روسيا وروسيا تقوم بالتعبئة للإجابة على سؤالكم لكي تضغط على الدول الأوروبية لكي تغير من مسار تصرفاتها طيب أستاذ لورانس ماذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية برأيكم وأوروبا أيضا كيف يمكن أو إلى أين يمكن أن تذهب في تعاطيها مع هذه التحركات الروسية قرب أوكرانيا حتى لا يتكرر نفس سيناريو ما عشناه قبل سبع سنوات أعتقد أنه يجب أن أتذكر أن روسيا هي التي بدأت وبدأت بدم القرم عام 2014 وقامت بهذه التمارين في المناطق الحدودية وبعد ذلك لم تنسحب كما فعلت في السابق ومنذ أسبوعين قرر الناتو أن يرسل المزيد من القوات في البحر الأسود خاصة القوات البحرية الأمريكية للتوضيح لروسيا بأنها إذا ما كانت تود أن تتصرف كما فعلت عام 2014 سوف يؤدي ذلك إلى عواقب ويجب أن نتذكر أن البحر الأسود هو المياه الدولية ونحن لا ندخل في أي مياه إقليمية روسية ولكن نوضح أنه إذا روسيا تهورت وقامت بما فعلته عام 2014 سوف يكون هناك عواقب ما هي هذه العواقب؟ دسا محتل عذر المقاطع إذا ما تهورت وقررت أن تشراح أوكرانيا سوف يكون هناك المزيد من العقوبات التي سوف تؤذي الاقتصاد الروسي ولكن أكثر من ذلك فإن قواتنا في البحر الأسود يمكن أن تقدم المساعدات للقوات الأوكرانية في مساعدتها لمواجهة أي اجتياح روسي ويجب أن نتذكر أن أوكرانيا تود أن تنضم إلى حلف النيتو وإذا ما استمرت روسيا في تصرفاتها قد يكون هناك قرار بضم أوكرانيا إلى حلف النيتو مما يعني أن يكون هناك حدود لعملية عسكرية أقرب إلى روسيا ما رأيكم سيد فيكتور كيف يمكن أن تتعامل إذن روسيا مع هذه العواقب عقوبات أكثر خاصة وأن هناك عقوبات متتالية تفرض على شخصيات مهمة في روسيا وعلى شركات أيضا وما قاله السيد لورانس من واشنطن الأمر يكمن أنه في عام 2014 في أوكرانيا كان هناك انقلاب فلنبدأ من هناك وكانت هناك أوضاع سياسية وهرب الرئيس السابق إلى روسيا وأتت إلى هناك وتسلمت بقاليد السلطة سلطة أوكرانية جديدة دائما ميالة للغرب وتصغي إلى كل قرارات الغرب ضاربة بعرض المصالح القومية والوطنية لهذا البلد بالإضافة إلى ذلك فبعد ذلك اتخذت هذه القرارات في القرم لأنه لو لم تفعل ذلك روسيا لكانت هذه السلطة المناوعة للغرب والميالة للغرب لكانت قد اعتدت على المواطنين الروس الذين يشكلون أكثر من 90% من سكان مواطني القرم فنحن قمنا بالدفاع عن مواطنين في القرم ولكن ليس هذا موضوع الحديث الأساسي الذي مدار حديثنا اليوم فكانت لدى موسكو خيارات محدودة عن ذاك كانت روسيا أن تريد أن تحامي وتدافع عن مواطنيها أمام سلطة الميالة للغرب وروسيا أيضا تدرك أن تاريخيا كانت هذه الجزيرة روسية أولا أيضا أريد أن أنوه بأنه لا توجد وأكرر لدى روسيا أي نواية باشتياحات كما تحدث الزميل لن تحتزم روسيا على أي اشتياح من أراضي أوكرانيا لدى روسيا هناك إمكانات حتى قدرات مالية أقل كثير من تدعيم هذه المناورات وهذه التدريبات وغير ذلك فلذلك أكرر أنه لا توجد لدى روسيا نواية ولكن نواية أن تريد روسيا الدول الغربية وأمريكا وقيادة أوكرانيا أيضا بأن روسيا أيضا تعتزم بشكل حازم وصارم أن تتخذ قرارات حازمة وصارمة أيضا من خلال أي تحركات أو أي خطر قد يهدد الأمن القومي لدورة روسيا يعني سيد لورانس تابعة سيد فيكتور يبدو بأن روسيا ليس لديها أي نواية كما يقول ومستعدة للدفاع كما قال عن نفسها لكن إذا ما عدنا إلى موضوع التوتر في منطقة البحر الأسود يعني أهمية التعاون لضمان أمن هذه المنطقة وأيضا أهمية الابتعاد عن أي توطر يمكن أن يكلف الطرفين الكثير خاصة أن لديهم جبهات مفتوحة على مناطق مختلفة وعلى صعود مختلفة يسعدني أن أسمع كما قال الزميل أن روسيا ليس لديها أي نية في أن يجداح أوكرانيا وعلى أمل أن يلي ذلك انسحاب عشرات ألاف الجنود والمعدات العسكرية الروسية من الحدود الأوكرانية وأعتقد أن إذا حدثت ذلك فسوف تتوقف التمارين في البحر الأسود بشكل آني ولكن طالما أن هذه القوات لا تزال على الحدود الأوكرانية فالتمارين سوف تستمر لأننا نحاول أن نوضح أننا عام 2014 لم نكن مستعدين ولكننا الآن مستعدون نعم إذا ما كان كذلك سيد فيكتور قلتم بأن روسيا ليس لديها أي نواية ولكن هي مستعدة لأن تتحرك للدفاع عن نفسها ماذا قصدتم بالتحديد في هذه النقطة؟ وفي أي مرحلة يمكن القول بأن روسيا جاهزة الآن ويمكن أن تقوم بأي تحرك؟ روسيا كما ذكرت حريصة بأن لا تستخدم القوات الأوكرانية أي عناصر جديدة عسكرية مثل الطائرات المسيرة بيراكتار ونحن نعرف أن هذه الطائرات المسيرة المصنعة في تركيا قد أثبتت فعاليتها الكبيرة في المجال العسكري وقد أثبت حصوصا في الحرب بين أوكرانيا وأذربيجان في تلك الفترة فلذلك روسيا إذا استمرت أوكرانيا واستخدمت هذه الطائرات حتى أن روسيا لا تريد أن تزود أيضا تركيا أو الدول الأخرى القدرات العسكرية الكبيرة فروسيا سوف تراقب أن لا تورد إلى أوكرانيا عناصر عسكرية أمريكية أو أوروبية هذا هو ما سوف تراقبه روسيا وفي هذه الحالة لذلك ترسل روسيا هذه الإشارات بأننا على استعداد لمواجهة هذه الأمور ولا نريد تصعيد في هذا المجال ونريد الحفاظ على العلاقات الأمنة في هذا المجال والأكثر من ذلك قريبا سوف يكون هناك لقاء لوزير الخارجية الروسي لوفروف ووزير الأركاء العسكرية ووزير الدفاع الروسي في باريس أيضا سوف يلتقوا وسوف يناقشوا هذا الموضوع أيضا نعم سيد لورانس نعود إلى موضوع النشاط العسكري والوجود العسكري الأمريكي والأوروبي في منطقة البحر الأسود ولكن مع الأسف انتهى وقتي إذن تبعنا ربما كل أهم نقاط حول هذا النشاط وأيضا سيد فيكتور أيضا كان واضحا بأن روسيا ليس لديها أي نواية لكي تصاعد من هذه الأمور أشكركم على المداخلة سيد لورانس كرورب من أمريكا من واشنطن عبر سكايب ومساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق طبعا وضيفي أيضا من روسيا الخبير في مركز السياسات الرهنة سيد فيكتور أولوفيتش من موسكو شكرا جزيلا لكم